أخبار خدمية كتير أيضا شهدتها كل المحافظات المصرية في القليوبية تم إنشاء تلات كباري مشاه في محور الفريق العصار في شبرى الخيمة أما في أسوان فقد بدأت مرحلة تمهيد الطرق بعد تعرضها للسيول من أجل تأمين عبور الشاحنات والسيارات كمان في المنوفية تم استلام الأرض المخصصة لإنشاء وحدة جوازات جديدة بأشمون وفي اسكندرية تم الكشف على 1369 مواطن بالمجان في قرى حياة كريمة تفاصيل أكتر عن المحافظات هنتعرف عليها أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات محافظة الأليوبية أعلنت بحث آخر المستجدات في مشروع إنشاء تلات كباري مشاه بمحور الفريق العصار بحي شبرى الخيمة وبيأتي هذا المشروع الحيوي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين خاصة طلاب المدارس والعملين بالمصالح الحكومية والمستشفيات المتواجدة بالمنطقة أيضاً شهدت محافظة أسوان تدشين غرفة عمليات للتعامل مع تداعيات الأمطار والسيول اللي شهدها طريق أسوان أبو سمبل السياحي بالإضافة لطريق قسطل الشرقي على الحدود المصرية السودانية وتم التدخل من خلال الدفع بالمعدات واللوادر التبع للوحدات المحلية بين مدينتي أسوان وأبو سمبل وتم تمهيد الطرق وتعليل الجسور من خلال وضع التربة الزلطية مما ساهم في تأمين عبور السيارات والمركبات في محافظة المنوفية تم تسليم الأرض المخصصة لإنشاء وحدة جوازات جديدة على مساحة 560 متر بشارع الجمعة بمدينة أشمون بهدف تأسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجتهم بشتى القطاعات والخدمات المتنوعة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري كمان نظامة مدريت الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بوحدة الجلاء بمنطقة العمرية الطبية بالإسكندرية واللي بتبعد 27 كم عن أقرب مستشفى وهي مستشفى العمرية العام وضمت القافلة 8 تخصصات البطنة، الأطفال، النساء، الجلدية، الجراحة، الرمض، تنظيم الأسرة والأسنان وشارك فيها 50 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمدريت الشؤون الصحية وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1369 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل لهم شاهدت محافظة الدأهلية استلام دفع جديدة من لحوم سكوك إطعام الطعام بإجمالي 2 طن لتوزيحها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة مقدمة من وزارة الأوقاف وهيتم توزيحها تحت إشراف مدريت تضامن الاجتماعي اعتمدت محافظة الجيزة مقترح مدريت التربية والتعليم بالمحافظة بتخفيض درجة القبول بمدارس الثانوي العام والخاص على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024-2025 وتم اعتماده بعد الاطلاع على مؤشرات القبول بمرحلة الثانوي العام والإحصائيات الخاصة بي والكثافات الطلابية بحد أدنى مجموع 220 درجة والثانوي العام خاص عربي والمنازل بحد أدنى 140 درجة اشتركوا في القناة